لهذا اليوم أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر استمرار جهود المملكة وفق الدوجيهات قياداتها الرشيدة بالوقوف دائما إلى جانب السودان وقال ابن جعفر أن سعودية ستواصل الدعم والتوسع في العمل المشترك في المجال الطبي ليشمل الصناعات الدوائية وبناء قدرات الكوادر الطبية والاستجابة للطوارئ وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر عن إرسال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسيارات الإسعاف مجهزة لوزارة الصحة كهدية من المركز لشعب السودان وكشف السفير السعودي عن جملة من المشروعات والمخيمات الطبية والمجانية لعمليات القلب والكبد وصحة الأطفال والعيون خلال الفترة القادمة في عدد من الولايات السودانية أيضا أخبارنا الثالث وهو ليس ببعيد عن الأخبار الأولى ثمنت وكيل وزارة الصحة يسرى محمد عثمان الدعم السعودي للسودان وتحديدا في القطاع الصحي وقالت لدى لقاءها سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر أن الوزارة استقبلت مؤخرا مجموعة من القوافل والمعينات الصحية والأجوية لمكافحة كورونا وغيرها كاستجابة سريعة من المملكة مستلت خير معين للوزارة في سد الفجوة الدوائية بالبلاد زي ما نقول دائما السعودية تقف جنبا إلى جنب مع حكومة السودان وها هي الآن توفي بوعدها هي أكدت على أنه دوما تقف من خلال المنظمات الإسلامية من خلال دعم الحكومة المباشر للسودان هي سيارات الإزعاف هي الأدوية الآن هي في السودان وكلها دعم للمواطن السوداني نحن نتكلم عن السعودية ووقوفها وعلاقاتها المتينة مع الشعب السوداني نشكر حكومة السعودية حكومة وشعبا ترجمة نانسي قنقر